فمن رئيس البرلمان العربي عادل العسومي جهود مصر بقيادة الرئيس السيسي في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأشار العسومي إلى أن الاتفاق الذي تم توصل إليه هو ثمرة جهود دبلوماسية حثيفة قامت بها الدولة المصرية بما يعكس موقفها الثابت الساعي لإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية كما يعكس ثقلة دبلوماسية المصرية ودورها الرائد والمحوري لضمان أمن واستقرار المنطقة اشتركوا في القناة